عاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى دولة الكويت على رأس وفد من مجلس النواب وشهدت زيارة نشاطا مكثفا للوفدة البرلمانية المصرية تضمن عقد سلسلة من المباحثات الموسعة مع كل من سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصبح ولي عهد دولة الكويت والسيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وسمو الشيخ صبح الخالد الحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتية حيث تناولت تلك المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكويتية في كافة المجالات خاصة على الصعيد البرلمانية كما تم استعرض أبرز التطورات الإقليمية والعالمية وسبل تنسيق المواقف المصرية الكويتية في القضايا محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر